بالسنين الماضية شفنا مواقف عم تطور قدامنا واكتشفنا اسرار عن يوتيوبرز كتير خطيرة بس ولا مرة كنا عم نشوف يوتيوب عم بيتصرفوا مع هالاشخاص الواضح انه ماضيهن ما بيسمحنوا ليكونوا بيناتنا هالشي خوفنا بس ما بحياتنا فقدنا الامل منه ومن بعد ما شفنا يوتيوبر ورا يوتيوبر عم بيتهموا بمواضيع خطرة من تهكير بلعبة منسيتك مليون روزز لحتى اندي ما منسابق لمنظمات منقرف انه الاسمه انت اكيد مش نسيك شفنا انه يوتيوب ما بيركد ليطرد صناع المحتوى من عنده الشي تطمنا بس خوفنا بذات الوقت بس يوتيوب بالاسبوع الماضي فرجونا انه ما عندهم مشكلة يتصرفوا خصوصا من بعد معاقبوا واحد من اكبر الشخصيات اللي عندهم اللي عنده 19 مليون مشترك والسبب وازيز اليوم رح تتعرفوا على جزء كتير وسيخ من يوتيوب رح تتعرفوا على شخص مريض مستغل وعى مجموعة اصحابه المرادة اللي بلشهم شريعهم من السنين واخيرا فقع كل شي بوجهون هالاسبوع بس مشكلة شي بشي على اليوم اصدق مش بس شعراتك بشعين شعراتك حلوين مشكلة شي بشي على اليوم لانه في عندي خبرية حلوة لكم وفي فرصة تربحوا 400 دولار وتصيروا شقفة من هالشانل رح خبر عنا باخر الفيديو نأجرها شوي لانه في مواضيع اهم لطرحها هلا جميع معكم بالراد واليوم عنا دراما مثل كل قصة قصتنا بتبلش مع شخص واحد وهالشخص اسمه دايفيد دوبريك ومتل كل اعرف صناع محتوى على هالمنصة دايفيد بلش مسيرته عفاين وكان يعمل فيديويات باطعمة لانه كان عفاين بس قدر حصد شوية معجبين لسخافته لحد ما بـ 27 اكتوبر 2016 فاين تسكر ودايفيد لقى انه انسب طريقه روح عليها هي يوتيوب وهونيك يبلش فلوجات دروبة مئزية وكان يحمل ثلاث مرات بالأسبوع بس مش كل شي سيء منه لديفيد دوبريك لانه هو نفوت فكرة الفودكاست على يوتيوب وهو نجحها الفودكاست هي فكرة الفيديو اللي بيقعد في كزا شخص حواله مايك وبلاقوا حكي الفكرة هي اللي من خلالها تدمر كل شي يعمر بس ما بدي سبقه على حاله وشوي شوي دوبريك بلش يخلق نظام حواليه سمال VLOG SQUAD فرقة لا يعمل معه فيديويات يجتمعوا سوا يعملوا ضروبي ببعض وبأصحابه وبهالفرقة كان في سكوتي ساير زين حجازي طادي سميس كارينا كوب جايسون ناشت صاحبته السابقة لجايسون تريشا بايتاس هيدي يحفظوها وغيرهم كثير بس اهم اثنين كانوا اصدقاء الطفولة ريفيد دوبريك وديرتي توم تذكروا الاسم منيح تجعين ايه في كثير شخصيات بها القصة على كل حال بسنة 2019 الوضع بيتغير عن دوبريك من وراء الوباء العالمي وبطل قادر يصور فلوجات مع أصحابه لانه في حجر عام ومكان فبلش يغير محتويه ليصير محتوى تبرع وصار يستعمل شهرته ليكمل عليها شخص مشهور بيعمل شي مجنون هالشي بضج وهيدي كانت لعبته وما كان عم يتعرض لحده او يقزى حدك لها الفترة بالعكس كان عم يساعد العالم فبهالسنة العالم نسيت فلوجاته وصارت تعرفه كالشخص المشهور المهضوم الحبوب يلي بيتبرع بمصاري كثير للعالم وإجماله ما حدا عنده مشكلة معه ولسوق حظ تريشا بهالفترة كانت تركت هي و جيسون ناش وحسيت حاله قادرة تطلع تحكي قصة للعالم كيف كانوا يسيقوا معاملتها وتطلب منهم ما يحطوا قصص بالفيديوهات وهنا يحطوها ويتطفلوا على علاقتها مع صاحبه جيسون كله باسم المحتوى بس بهالوقت العالم كانت نسيت دايفيد الفلوجر وكانوا بصروا يعرفوا دايفيد يلي قدم ومهضوم وحبوب فالعالم انهالت عليها بالديسلايكات وما خلوه اتبين غيره كمان طلع لي صار بحال اللي كان عم بصير وواحد منهم اسمه ساث ساث هو شاب امريكاني طالع من كومتن اسوق منطقة بامريكا وعم بجرب يعمل حيات لقاله جديدة ولحسن حظه تبني دوبريك بالفيلوج سكواد لانه شايف انه فيه قيمة من المحتوى اللي فيه طلعوا منه طلع منه محتوى كتير اغلبيته كانت عنصرية بس في فيديو واحد كان اغرب من غيره بكتير شوفوا ساث كان مغروم بكورينا فركبوه ضرب بفكر حاله فيه عم بيبوس كورينا هي ولابس ماسك ومن بعد 45 ثانية التبويس مع السين هو والشخص اللابس ماسك بيتطلع لقدامه ليشوف انه كورينا وقف بوجه ومش هي العم بيبوسه البنت العم بيبوسه كانت جايسون ناش واذا طالع من كومتن عم بتبويس شباب كون اكيد انه ما حدا سيرحمك بالمنطقة لانه ما عندهم اي تحمل للعلاقات المثلية هي ديك المناطق عكس المناطق البقية بامريكا ما تحمل موضوع مقبول اجتماعية وهذا موضوع ما انغفل عنه ديفيد لانه كان عم يتباهب هالقصة قدام العالم ببودكاست ويقول انه اكيد خربتله بيته للزلمة ولكن كان احلى كونتنت عامله بحياته كله باسم الكونتنت ومثل العادة ديفيد ما اندقر من الموضوع لانه ديفيد المحبوب لكل العالم بتعرفه وتحبه مهضوم كتير كان يقوله انه ضرب تخطه الموضوع بس الزلمة الاكل الضرب كان رافض انه يطلع الفيديو ويضلوا انلاين واجعل ديفيد 200 دولار تعويض لانه يضلوا الفيديو انلاين ديفيد يجيب 5 مليون اصبحته على الفيديو ويعمل اكتر من 200 دولار بالفيديو لا يمكنني ان يسيب الرقم مزبوط ولكن ليس تحت ال5000 دولار فالتعويض كان سخيف والزلمة لم افرقاني معه المصاري فرقاني معه سيتو ولكن ديفيد لم افرقاني معه شي والذي يحبه كمان لم افرقاني معه شي فقطعت القصة وضلت نقطة صودع على سجله لسه كمان بها الوقت بنيات طلعوا يحكوا عن اعصدي عنده لديفيد يلي اسمه ديرتي توم ويقولوا عنه انه كان عم يتصرف معهم تصرفات غير ليقه لا يمكنني اقول حرفيا شو عميل لانه يوتيوب حساس بس اكيد فيكن تفهموا شو هنالتصرفات ديرتي توم طلعوا نكر هالموضوع وديفيد ايجا ليدافع عنه كمان وبال 2020 ترشع عن جديد طلعت لتحكي عن شو كان عم بصير معه وكيف كانوا عم يتصرفوا مع هالمجموعة بطريقة غير ليقه ابدا وغير اخلاقية ولا فيها جنس المبدأ او المنطق بس كمان العالم ما سمعت مع انه مهلكوا هالمرة بالديسلايك قد قبل بلاش يتقبلوا شوي الموضوع يمكن ديفيد منه كتير نضيف متل ما عم يجريبي فرجي حاله ولسوق حس كلها الشباب والبنات اطلعوا حقهم كان راح يضيع بس ترشع ما استسلمت كملت مشواره على يوتيوب وعملت برنامج هيو H3H3 اسمه فرنميز يلي هو بودكاست بلاشتوا تشوفوا من رايح القصة هالبودكاست بينشهر كتير من ورا أسلوبهم الغريب المتناقض ومتناسق بذات الوقت هي عجقة وكلها ألوان و H3H3 معتم متل المستقبلة وبهالبودكاست وأخيرا صار في شخصية موثوقة من شبيبتي اليوتيوب يلي هي شاب أمريكاني مع ليسيت بشيع وبودكاستاتو بتلفط النظر وحديث ومنطقة وهالشاب قرر انه يفتح المواضيع اللي كانت هي طرحتهم لفعلا يفهم شو كان عم بيصير معه وهون بلش يبينه الوقيع وبلشت الحقيقة تنفضح للعلن والجو العام بلش يقله بع ديفيد وأحد المشاهدين لهالبودكاست كانت صحفية لمجلة إنسايدر والصحفية بلشت تحقيقات لحد ما قدرت تواصلت مع بنات كانوا عاملين معهم فيديويات لديفيد وأصحابه بالألفان واتمانتعش واللي اتضح مع أدلة من هالتحريات كان صاحبه العزيز لديفيد ديرتي دام كان كثير ديرتي كثير ديرتي كان يتصرف تصرفات مش مقبولة أبدا مع بنات غابية عن الوعي يشرب بنات كحول ويغبيون عن الوعي ويتصرف معهم هالتصرفات ان شاء الله تكونوا فهمتوا ما راح فينا يحكي دغري يوتيوب حساس والأدلة اتراحتها البنت ما كانوا ينفوا أبدا فشو قرر يعمل ديفيد بوجه هكي فضيحة ديفيد قرر يشكر الباتريونس تبعه بكل الطبقات الجولد دايمند البلاك بلاتينوم والوطفات ديفيد قرر يطلع بفيديو ديقتان اسمه يلا نحكي حكي لحاله ديقتان اضفى الكومنتز واللايكز على التشانل تبعه لما حدا يقدر يرد عليه يلا نحكي وهيدي مش على التشانل الأساسية تبعه هيداول يحطون على التشانل السابعة تبعه يلي فيها بس مليون سبسكرايبر ما يبيل التساتاشر مليون اللي عنده إياها على التشانل الأساسية أكيد ما حدث سكت له على الموضوع وردت فعل العالم خسرته فوق الميتان مليون دولار بس من ورا العقود اللي انلغت من وراه الفضيحة انكب دايفيد براد شركاته كلمان يجربه يخلصوا حالهم لأنه حتى المستثمرين بلشوا ينسحبه فهون دايفيد ندم كتير وأخيرا تلعب فيديو تاني على قناته الأساسية ليعتزع برافو حكير وبتعرفوش الحلو العالم سمحته عاد ستمئة ألف لايك مئة ألف ديس لايك يشده بظهره لهالإنسان المستغل الذي سمح لأصحابه المردى يستغله العالم الجايين اللي عندهم يقعدهم على اليوتيوبر المفضل تبعوه كان عم يعمل حاله بهالفيديو انه ما كان فهمين تقسيره على العالم والضغط الفي يعمله بس بوجوده حواليه هيدا أول إنسان بصير يوتيوبر ما اقتنعت بس لعالم اقتنعي وهنا عالصبت وقررت أعمل هالفيديو لأذا حدا منكم مخشوش فيه يعرف كل تاريخه الأسود وإذا هو مش كان المرتكب مش يعني ما قالوا علاقة بالموضوع أو هيك بتقطع القصة وصراحة كنت متوقع يطير عن يوتيوب كله سوى هو وهلبوتها المجوية بس ما صار هالشي وبلش كتيبة بالنص لحد ما أنا وعم بكتب ببلش ينزل المقالات انه ديفيد دوبريك توقف تمويل عن قناته على يوتيوب قناة عنده 19 مليون مشترك فبق فيه يطلع عليها دعايات وما حدا بده يعمل دعاية عنده ولا قادر بقى يطلع مصاري منه وهون يرتحت بس برضو عالطا هك صنعين محتوى يرجعوا ويطلعوا بعد شهرين ثلاثة ورواق ما في شيء ويكملوا حياتهم عادة فلازم تعرفوا عنه أكتر لا اذا بتابعوه تعرفوا انتو مين عم تحدد هلا شو صار بمرتكب الجريمة الكبيرة دورتي دون دورتي دون طلع على تشانل طبعه ليحكي عن الدراما اللي عم تعملها العالم عأساس هو مرتكب جريمة من عم بجربي يوطي من قيمة الموضوع ويقول انه القصة بلطعمه هو بحاطة ثلاثة دعايات على هالفيديو ثلاثة دعايات على فيديو عم بيحكي فيه مع العالم ليبرر موقفه ياللي كتير صعب يتبرر بس لا تفهم الوطاول هالإنسان موجود فيه بس اكيد كمان يوتيوب وقفونه التمويل على قناته وعلى قناة كل واحد الو علاقة فيهن والدنيا صارت بقى الفخير مش عالفخير كم خير بتصير الفخير لما هيك عالم تلاقي حالة بالحبس لانه مش معقول هيك خبرية تقطع بس درات ما قلت انه كانوا عم بيشربوه؟ ايه ايه؟ ايه ليش لازم نلوم ونقلوم نلوم علوه؟ تشرب وتنطفي شي تستغل شخص مطفي شي تاني الجماعة اجانب عندهم غير معتقادات من اللي اغلبية العالم العربي عيش فيها بس الحلو انه حتى بيقوانينهم وبيمعتقاداتهم واخلاقهم كان تصرف مش مقبول انه يشربها لانه كانت تحت عمر الواحدة وعشرين العمر القانوني للشرب وبوتي دايفيد انه يجابوا الكحول اهل اطفال عمرهم 35 سنة كل واحد قاعدين مع بنات عمرهم عشرين اطفال مش ذات معهم كيف تبرمها للخبرية جماعة اوسخ من الوزخن فاسمعوني واسمعوا نصيحة مني بس تشوفوا انسان بنت او شاب مش بكامل وعيون او قواهن العقلية ساعدون لانه احنا بشر مش حيوانات واذا تتصرف بأي تصرف غير انك تساعدهم او عقيلة بعض من وجهن انت بمستوى دايفيد واصحابه وعراف هالشي القصة بعد ما خلصت وبعد ما كل يوم نشوف واحد منهم عم بنط ويحكي ويلفق اعتزارات وخبرية فمش معروف بعد اذا دايفيد رح يقدر يرجع على يوتيوب من بعد كل هالقرف او اذا قاله عين يرجع بس باخر اعتزار اله قال انه عم بخطيت ياخد فرصة ويرجع شاله ما تكمل بس رح امتبع القضية لاخره لنشوف وين واصلين هالجماعة باخر الطريق متل ما شايفين تحسينات على استوديو صارت موجودة ركب الصوت ركبت الاضاءة وصاروا مية بالمية الاثنين والشي ما بيكمل بلا خلفية جديدة ومتل كل مرة بدنا خلفية جديدة بدل ما ادفع لغرافيك ديزاينر ما بيفهم بالشانل لا يعمل للشغل وحط شغل حدا غيركم ورايه بترك الموضوع عليكم ومنعمل مسابقة صغيرة نتسلى كلنا سوا وبرد شوية للمجتمع يلي عملنا واكيد مع نمول التشانل الجايزة المالية للفايز رح تنمى وكل عليكم تعاملو لتشاركو وانكم تخلقوا خلفية جديدة للشانل وانترو جديدة للشانل وهو الانتروياتي عم بقطعوا قدامكم لا تاخدوا فكرة عن اي برامج بعمل في قصص كتير الزمان مش عملها يمكن ما بتعرفوهم واكيد الخلفية بدأت تكون بيتغير لونة حسب نوع الحلقة العام بعملها احمر دراما ازرق قصة اصفر اخبار مثل الوان اللوجويات واكيد بدأت تكون مرتبة وحلوة وتلبق مع الشانل وتبعتولي اياها على ديسكورد على الفكرة المخصصة لها التحدي وباول ايام رمضان رح اعمل عن الفيز بالتحدي ونبدأ رمضان بخلفية جديدة واكيد الفيز بياخد اربعمائة دولار كيف مبدو ياخدها كاش دولار ستيم ابل اندرويد كل شيء الا بايبل لانا ما بيمشي بايبل فخبروا اصحابكم عنها التحدي بركة حالة منكم بيربحها وان شاء الله باخرها الاسبوعين نكون خلصنا نقلل الجديدة بها التشانل لنكمل سوا بها الطريقة الحلوة نصرفنا سنميشين فيها و راح نمشي فيها ان شاء الله بعد سنين لإعدام هذه الحلقة هي ما أخبرك اشاركوها اضلrt اشتركوا في القناة الاجتماعي فيسبوق ما perfett اهل جميع والتشيون اهل معكم iron اطور